نحن كان عندنا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي طلبنا أن نزرع عشر أسطح كتجربة لسيدات في المصر القديمة بطريقة أسماء المرائد الذي يبقى مثل بوكس خشب متر في متر وفيه طربة وبيدعوا يزرعوا فقلنا ما يمكن أن نجعلهم يزرعوا لكي يستمروا لا يبقى الموضوع مجرد شوق أو كده فقلنا لهم بكل بساطة لا يوجد بيت في أي منطقة شعبية يخلق من المحشي هذا طبيعي الله هل تزرعوا المحشي؟ لا سنزرع المحشي لا سنزرع المحشي هل تزرع الرز هل نزرع مورينجا ونحشيه؟ لا 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 بما أقول هذا حصل فعلا لا لا، الأطرف من كده تلقنا على سطح واحدة ونضعها الماء رأد فلقنا واحدة تانية غير اللي هي ستة اللي بتطلع الماء اه، طلعها ووقفة بقى وبصنة وعملنا كده فبقا ما يسعلك في السطح؟ لا، لا، قل لي تاني بقى ما يسعلك في السطح؟ وقف عملك الزيت؟ أنا عملنا وبصنة كده فأنا طبعاً عادي شفزان بس بتقول لي طبعاً عايزة واحد فبتعمل لك فأقولها طب حضرتك مين؟ أنت عايزة واحدة أنا بقى مشي على تعليمات الجامعية أو المؤسسة اللي جايباني عشان هم اللي عارفينه وهم اللي مقسمين تمام فبالله طب ماشي مع المرأة على سطح البيت فممكن البيت كله يستفيد من قاية لي لا، ده بتاع سلفتي أما ليه؟ شفت المشاكل بدأت أما ليه؟ هذه المشاكل اللي هتوقعها انت بقى أتعاد أوروبي قول لها ما تقين في سلفتي وإحنا تبع الجامعية هتقول لك لجامعية ولا نيلة أبضح أنا الأول مبادرة حلوة قوية فطب قلت لها طب انت عايزة واحدة قايتلي كده عشان عرفت انت هتزرعه بقى دونس وهتساعده جرجيني وشمال أنا كمان عايزة أزرع مش عايزة أشتري من مبارة طب كويس كويس إن عندها صلعينا عندها المبادرة فعايزة أقول لك إننا عملنا لها واحد يعني كدو على حسابنا ليه؟ طبعا أنا عايزة أسألك سؤال أنا دلوقتي واحدة عايزة تعمل ده أنتو عايزة يبقى عندي أبقى أزرع الروزماري والحاجات الخفيف دي في حتة لطيفة في البلكونة مثلا أو حاجة هل فيه هوتلاين بكلمكو لا لا خالص خالص لا لا إحنا زرعنا 25 ألف شجرة وأكتر من ألف يعني أكتر من من 10 ألف سطح لحد دلوقتي ما تتخيلوش إننا اللي روحنا زرعناهم إحنا المبادرة بتاعتنا قائمة على مشاركة الأشخاص إحنا بنعتقد باور في بيول قوة الناس نعملها إزاي؟ يعني أسأل في دلوقتي واحدة عايزة تعمل حاجات كده حوالي حضرتك بكل بساطة هتقومي رايحة لأقرب ماشتل ليكي أو أقرب مكان بإعطارة هتشتري من ماشتل الطينة أو تشتريها جهزة الروزماري بقى أو الليفاندر يعني أقصى حاجة أو أغلى حاجة هتليها بعشرة جنيه يعني مش مبلغ تمام ممكن تطلب من تربة زيادة بحيث تنقلها في مكان أكبر فتنتج بشكل أكبر المهمة بس أسامة الحاجة اللي تهمني في الموضوع فوق السطح لما هتحط الحاجة دي لازم عشان ما تنزلش مية عشان ما تنشعش على اللي تحت تمام إيه الطرق لازم يعرفه؟ فيه توعية الموضوع ده؟ تمام إحنا عامة يعني الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك عاملين فيها بوست مجمع فيه إزاي تزرع والطرق الصفحة للزرع اسمها شجرها يكتب بس شجرها على جوجل أو على الفيسبوك بس الصفحة قدامكو هي عليها اسمها خشوا واشتركوا ويعرفوا هتعملوا إيه؟ لأن الموضوع ده مهم جدا جدا شجرها حاجة جميلة جدا جدا طبعاً تلاتي عايز أنا وبنتي نعمل شجر معاكو يعني عايز كنتوا تعملو لنا شجر باسم أنا وبنتي إيه المطلوب مننا وحنا نعمله معاكو؟ وعايز أتابعها ووري الناس بعدين أيوة عايزين نروح نتابعها هائل جدا تمام استبعت لنا على الصفحة أنا عايز أزرع كم شجرها بأي أكن أسما طبعاً تزرع مورينجا أنا متأكد أكيد أنا بشرابة يا بشرابة جدا آآ آآ فأش لي واحدة مورينجا معك باونس لأ أزرع أنت كمان ماشي يا حانوال وخش وأحمد فتحي خش أحمد إحنا ما خدمناش فنوز في البرتمان فوق جد بك شوية أنا عايز عمكوش قبيبة شوف لنا إجراءات المورينجا ما هي حاجات لندامك يا أسامة؟ آآ دي أنا جايب حاجة كده هدية أمراض روز ماري ده آآ أنا عندي روز ماري إحنا طبعاً خمسة فأنا جايب لكو كل واحد ده وجايب لنفسي برضو يعني طيب تمام دي حاجة جميلة طب قول لي إباء الفرق منه اللفاندر دي هياخدها أكيد أحمد طبعاً آآ هو ما شافها طبعاً وحاجة لأزاي والنبي أنا عايز أقول لكو معلومة سريعة كده يعني لو في شخص بيداون كل يوم الصبح أو ما يصحى عنده زرعة من الريحان أو النعلاع أو اللفاندر أو الحاجة اللي هي بالذات اللي بتطلع ريحها ووقف بس ديقتين يشم فيها فأنا ما بتأكد أن يومه كله حاجة تانية ده أنا ما أتكلم الموضوع بقى مش محتاج جنينا ولا فيلا ولا كلام من ده بلكونا بدل ما انت بتحط زرع مالوش لازمة بيتعلق كده أنا عارف إيما لكونات بتحب تعلق زرع كده بالزبط أو بيبقى حوض زرع طويل كده ياريت طبعاً يبقى المنظر اللي أنا فكره وشفته في فرنسا في يوم الأيام عمارة كاملة الحوض بتاع الزرع منزل ورد لونه روز ولونه أحمر ولونه موف فالعمارة شكلها يفرح فلو قدرت أن انت توظب على ده كل يوم هيفرق معاك في حياتك حياتك بشكل كامل بالذات أن احنا يعني معظم عشتنا في بلوكات أسمنت فالموضوع ده بيبقى مريح جداً جداً بشكل غير عادي